السابعة تماماً بالتوقيت المحلي لمدينة أنجمينا وضواحيها سيداتي واسادتي طابط وقاتكم بكل خير من الفضائية الشادية إليكم مع عرضنا الرئيسي لهذا المساء عقد اليوم رئيس الوزراء بايمي باداكي ألبير اجتماعاً مع الفاعلين الاقتصاديين الاجتماع يهدف إلى تفعيل النصوص والقوانين الجمركية المتعلقة بمراقبة السلع المستوردة كما ركز الاجتماع أيضاً على ضرورة تفعيل تحصيل الرسوم الجمركية تقرير خالد موسى الحاج تعاني مصلحة الجمرك تراجعاً في الإرادات في الأوينة الأخيرة ويعود ذلك إلى عدم تفعيل النصوص والقوانين الجمركية وقد احتضنت مباني رئاسة الوزراء اجتماعاً عقدات تحت إشراف رئيس الوزراء وبمشاركة بعض أعضاء الحكومة والفاعلين الاقتصاديين الممثلين في أعضاء الغرفة التجارية وأرباب العمل ونقابات المخلصين الجمركيين والموردين وتمحور الاجتماع حول ضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين التي وضعتها الدولة لمراكبة استيراد البضائع وأوضح رئيس الوزراء في هذا الإطار أهمية التركيز على تحصيل الرسوم الجمركية على السلع المستوردة تنفيذاً للمرسوم رقم 521 صادر في العام 2004 بشيراً إلى أن شاد لديها نسيج صناعي هش وأن المنتجات الصناعية البسيطة تصدر إلى الخارج بدلاً من أن تذهباً للاكتفاء الذاتي هذا إلى جانب أن البلاد دولة مغلقة وبالتالي فإن الإيرادات الجمركية مهمة وعليه يتعين على كافة الأطراف الالتزام بهذه القوانين وبدوره وزير المالية والميزانية جورج كريستيان أكد أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية خاصة وذلك للتأكيد على أن الإجراءات واضحة وأن ما تطالب به الحكومة هو ضرورة احترام هذا القرار من قبل الفاعلين الاقتصاديين نشير إلى أن المرسوم رقم 521 الذي تطالب الحكومة بتنفيذه يقضي بضرورة فحص ومراقبة وتحديد قيمة وأسعار السلع المستوردة وفي ذات الشأن فقد شدد رئيس الوزراء على أهمية تطبيق قوانين الدولة شكرا